اوديولابي شارك المعرفة هذا لا يعني أن الحياة لا يمكن أن تكون مذهلة تحتاج فقط إلى تركيز على الأشياء الصحيحة يمكنك أن تعيش حياة سعيدة ومبتكرة وجميلة إذا اخترت القيام بذلك قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للإستماع إلى ملخص كتاب افعلها الآن لإدوين سيبيلس حمل نسختك الآن عبر تطبيق اوديولابي أولا المشي خصص حوالي نصف ساعة كل يوم لتقوم بنزهة خفيفة سيؤدي ذلك إلى رفع مزاجك والحفاظ على ابتسامتك لبقية اليوم ثانيا الهدوء حتى لو وجدت نفسك غارقا في العمل عليك أن تأخذ استراحة قصيرة مرة واحدة في اليوم على الأقل للجلوس بهدوء والاسترخاء ثالثا نظام غذائي صحي حافظ على رطوبتك جيدا بالماء والشاي الأخضر تأكد من أن الفواكه والخضروات هي الجزء الأساسي من نظامك الغذائي اليومي رابعا انشر السعادة ستبدو حياتك أكثر جمالا إذا كنت تساعد الآخرين عندما يحتاجون إليك حاول أن تفعل شيئا لكل من حولك حتى لو لم يطلبوه خامسا لا تضع طاقتك دون داعي لا تقضي يومك بإضاءة الوقت والجهد الثمين في أمور مثل القيل والقال والقضايا القديمة والأشخاص السامين ركز فقط على الأشياء الإيجابية والمفيدة سادسا المبدأ الذهبي تناول وجبة الإفطار بنفسك وتناول الغداء مع الأصدقاء وشارك العشاء الخاص بك مع أعدائك سابعا ترك الكراهية إن وقتك على هذا الكوكب سريع الزوال لذا لا تضيعه على المشاعر السلبية مثل الكراهية والبغضاء ثامنا خذ الحياة كما تاتي قد يكون العالم غير عادل في بعض الأحيان لكن الحياة ليست كلها سيئة فقد تذكر أن لديك غدا جديدا غير ملوث لتغيير الأشياء تاسعا الراحة لا جدوى من كل شيء تفعله إذا لم تخصص وقتا للراحة وتجديد النشاط عاشرا لا يمكنك الفوز بكل شيء ستشعر بتحسن كبير حالما تفهم أنه لا يمكن كسب جميع المعارك ستكون هناك أوقات عليك فيها السماح لشخص ما بتشبث برأيه الخاص أحد عشر لا تقارن لا توجد فائدة لمحاولة مقارنة تجربتك مع شخص آخر الجميع مختلفون وستكون تجربة حياتهم مختلفة إثنى عشر أترك الماضي بغض النظر عن مدى النادم على الأخطاء التي ارتكبتها لا يمكنك تغيير ما حدث بالفعل يمكنك العمل فقط على جعله أفضل الآن ثلاثة عشر تحمل المسؤولية لا يمكن لو مؤحد على المشاكل التي تواجهها أنت مسؤول عن حياتك الخاصة حتى تتمكن من تحديد كيفية مسار الأمور أربعة عشر كل شيء سيء سيصل إلى نهايته سنواجه جميعا أوقات عصيبة جدا ولكن ضع في اعتبارك أنها ستنتهي في مرحلة ما وستفعل ما بوسعك لتسريع هذه العملية خمسة عشر كن مفيدا إذا كنت تساعد الآخرين عندما يحتاجون إليك فسوف تجد نفسك تنضش التفكير بغيرك هي عادة رائعة ستة عشر أراء الآخرين لا تهم لا تقلق بشان تفكير بعض الأشخاص فيك دائما ما يكون هناك شخصا غير مغرم بك كثيرا لذا ليس هناك جدوى من الهوس بشأن ذلك لاكتشاف بقية النقاط ندعوكم لقراءة المقالة كاملة عبر مدوانة أوديولابي أوديولابي دوت بلوغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر